اشتركوا في القناة وهذا من حسن القول الذي يكرر إن من أهل الجنة لمن ينظر إلى وجه الله ذكرة وعشرة ولا يمكن أن تكون هناك عطية أرفع من أن يصل العبد بإيمانه وأعماله التي هي من رحمة الله إلى مقام يخلد فيه في الجنة ويمتع برؤية وجه الله بكرة وعشرة الله إن البشر ليقع على وجهك وأنت ترى والديك فكيف إذا رأيت ربك ورب والديك كلما دعاك الشيطان إلى أن تأصه الله فتذكر ما نعمت أن يجعلك الله ممن يمتع برؤيته فإنك إذا تذكرت جلال الله وعظمته وجماله وكماله اشتاق قلبك إلى هذه النعمة وهذا والله أحظم إذا وقر في قلبه أحظم ما يحجب العبد عن المحاصل قال الله عن أهل معصيته يبين مكانه لهم قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون يمنعون يحجبون من رؤية وجه الله فقل على أن أعظم النعيم رؤية وجه الله الكريم جل جلاله ونحن على يقين أن أعمالنا أقوالنا أفعالنا صرائرنا لا تؤهلنا بهذا الأمر البتة لكن كما نقول في هذه الدروس وغيرها المعول على رحمة الله وحسن الظن به جل وعلا ترجمة نانسي قنقر وزران اعزابنا اشتركوا في القناة